السيدات وسادة مساء الخير إذا كانت مصر هبة النيل كما قال المؤرخ اليوناني هيريدوت فإن التاريخ نفسه كان دائما هبة المصريين المصريون صنعوا التاريخ لكنهم حين أهملوه وتركوه للآخرين شوه الآخرون وقائعه وزيفوا أحداثه كل حسب مصالحه وأهدافه وكان فجئنا بمحاولات عديدة استهدفت إثارة الشكوك حول تاريخنا من خرافات تدعي أن بناء المعابد والأهرامات العظيمة كانت من صنع كائنات فضائية إلى كتابات تاريخية مغرضة أو أعمال فنية تعاملت مع التاريخ بجهل أو بتشويه عن عمد ومن هذه الأعمال ما يظهر فيها بصفة خاصة ملوك وملكات مصر القديمة من إخناتون إلى رمسيس الثاني ومؤخرا ما يتناوله في الموثائقي عن واحدة من أشهر ملكات مصر الملكة كليوباترا اليوم في حديثنا من مصر نستضيف عالمة مصرية مرموقة أمضت سنوات طويلة من دراساتها وأبحاثها الأكاديمية والميدانية في الكشف عن حقائق ومعلومات جديدة حول شكل الحياة في مصر القديمة خاصة وضع المرأة في المجتمع حيث كانت المرأة قبل ثلاثة ألاف عام كاتبة ومعلمة ومربية ومشاركة في إدارة الحكم المحلي أو ما يعرف اليوم بالمجالس البلدية اليوم نسأل ضيفتنا كيف نحمي تاريخنا من الأكاديب ومن التشويه وكيف نواجه ما ينتجه الغرب من أفلام وروايات وأعمال فنية تزيف تاريخنا أو تدعي أنه للآخرين عن تاريخنا وكيف نحميه عن المرأة المصرية في مصر القديمة عن ملكات وأميرات مصر في عصرها الذهبي حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم